مصر العربية، المشاركون الكرام، أنه لمن دواعي سروري أن أخذ كلمة نيابة عن فخامة رئيس دوغو سيد فور سازينبي وذلك بمناسبة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم أود نيابة عنه أن أعرب عن امتناننا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجهت دعوة لبلاد توغو وإليكم جميعاً أتمنى لكم دوام الصحة تحت برعاية الله السيدات والسيدة أكثر من 70% من سكان القارة الإفريقية من الشباب ويمثلون قوة يجب أن تطلع بدورها في التحول الاقتصادي لبلادنا حتى تسمح لأفريقيا بتحقيق أهدافها وإمكانياتها على كافة المناحي إن عقد هذا المنتدى هي فرصة سانحة لكي نقوم بتقييم المبادرات والإجراءات وهذا هو المكان حتى نقوم بالإثناء على فخامة الرئيس السيسي والمشاركون الشباب إن هذه النسخة وعلى الرغم الصياق البالغ التعقيد من الجائحة إلا أنه يستفيد من الحلول المقدمة أمام هذا التحدي سيما التحدي التكنولوجي والمناخي والصحي والذي ازدادت وطأه على مدار الأعوام المصرمة المشاركون القرام إن المواضيع الخاصة سيما تغير المناخ وما بعد جائحة الكورونا يتطلب البحث عن حلول مشتركة والأخذ بعين الاعتبار الأجيال المختلفة وبشكل ملموس فإنها يعود إلينا كقادة أن نوفر الفرص للأجيال والشباب على وكل خصوص وانطلاقا من هنا فإناتوغو وانطلاقا من الجائحة قامت بإطلاق الإستراتيجية من عام 20 إلى 25 والتي تأخذ بعين الاعتبار التحديات التكنولوجية والتهديدات الصحية الخطيرة وقمنا باقتراح خارطة طريق طاموحة تهدفه بالدرجة الأولى على النهوض بالإدماج الاجتماعي وذلك من خلال تعزيز الإستثمار في الصحة والرأس المال البشري وفي المقام الثاني أن نوفر المزيد من الوظائف من خلال إستثمار الموارد الطابعية وذلك بهدف عدم تصدير الوظائف ولكن بتوفير الوظائف على المستوى المحلي وقمنا إذن بإطلاق الكثير من المبادرات في الجائحة في العام المنصر ونحن نعاول على الرقمنة والتي تمثل عامل مسرع وفي قلوب هذه الأزمة وبفضل الرقمنة تمكننا من حجد الموارد ذلك لأجل تقديم الدعم لشعوب لشعبنا الذي يمر بأوضاع هشرة إن الشباب هو الفاعل الأساسي والذي من خلاله سنتمكن من الحصول على النتائج إن توغو يشعر بالفخر حيال شبابه والعمل للتنمية لأجل الجميع وذلك عملا برؤية فخامة رئيس توغو أغتنم هذه الفرصة كي أثني على الشباب من توغو ومن كافة أنحاء العالم وأعرب عن عن فخر بما يقومون به وفي قلب كل هذه التحديات نرى الأمن البشري وعملية التأكيد على التعايش السلمي وبالتالي يجب أن تعملوا على حجد صفوفكم حتى نحصد النتائج الإيجابية في بلادنا ويجب أن نقر بأنه في بعض الدول هناك حالة من الهشاشة الاجتماعية مرتبطة بالجوانب الاجتماعية والسياسية ويجب أن نتيح الفرصة للشباب حتى تتحلى بالمسؤولية بشكل يومي وأمام تحديات عدم توفر وظائف بشكل كام يجب أن نعمل بلا كلل وبلا ملل حتى نحقق رفاة بلادنا إن منطقتنا في غرب أفريقيا تواجه تحديات قوية من وكة النظر الإرهاب ونحن مقتنعون أنه من خلال حجد الشباب سنتمكن من التغلب على هذه التهديدات إن المستقبل هنا في أفريقيا وأعرف أننا يمكن أن نعوّل عليكم أنتم شبابنا وأنتم الذين ستعقدون التنمية البشرية التي نصب إليها جميعا السيدات والسادة أود أن أعرب عن الرغبات في أن هذه المبادرات من شأنها أن تأتي بمزاهمات إيجابية في المنتدى وإلى فلسفة هذا المنتدى وفي اختتام كلماتي أود أن أحيي الإلتزام ومبادرة فخامة الرئيس السيسي والذي قاد إلى تنظيم هذا الحدث وأشكركم على حسن إصغائكم فليبارك الله توجه وليبارك الله جمهورية مصر العربية عاش التعاون فيما بين شباب العالم